بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور محمد الأشهب وموعدنا اليوم مع المحاضرة التمنى من محاضرات مقرر الاقتصاد الهندسي وعنوان المحاضرة هو nominal and effective interest rates طبعا واضح من عنوان المحاضرة ان احنا هنتكلم على حاجتين اول حاجة nominal وتاني حاجة effective interest rates طيب لو حبينا نعمل مقارنة سريعة كده اول حاجة نفهم يعني ايه كلمة nominal ويعني ايه كلمة effective كلمة nominal بالعربي معناها الاسمي يعني الفائدة الاسمية او معدل الفائدة الاسمي انما effective يعني الفعلية او معدل الفائدة الفعلي طبعا واضح من الاسم ان احنا لو اعتمدنا على الفعلي الارقام اللي احنا هنطلعها صحيحة اما لو اعتمدنا على الاسمي فالارقام اللي احنا هنطلعها غير صحيحة فبالتالي الموضوع مهم جدا ان احنا نعرف ازاي نفرق بين الاثنين وإزاي نحسب الفائدة الفعلية أو effective interest rate بحيث أن أضمن أن الأرقام اللي أنا بطلعها تكون أرقام صحيحة فطبعا كلمة الإسم هنا يعني معناها أنها مجرد إسم بمعنى إيه؟ أن ممكن مثلا الإسم يكون واحد إسمه كريم إنما الفعلي أنه هو بخيل فبالتالي لما أنا أجا أتعامل معاه المفروض أتعامل معاه لأنه بخيل مش على أنه إيه كريم مثلا واحد تاني ممكن ده يكون إسمه صادق يبقى الإسم بتاعه الإسم صادق إنما الفعل بتاعه هو كذاب فبالتالي أنا لما أجا أتعامل معاه المفروض أتعامل معاه لأنه إيه؟ على أنه كذاب فبس ده مثال بسيط كده يبين لي إن أنا مش المفروض أتعامل مع الفائدة الإسمية لأ ده أنا المفروض أتعامل مع إيه؟ مع الفائدة الفعلية طيب يعني إيه فائدة إسمية ويعني إيه فائدة فعلية وإزاي أميز بينهم وإزاي لو أنا عندي الفائدة الإسمية قادة رح سيب منها الفعلية ده اللي احنا ان شاء الله هنتعلمه من خلال المحاضرة دي محتويات المحاضرة هتكون عبارة عن ان احنا هنعمل revision مراجعة سريعة كده عن اللي احنا تعلمناه وبعدين هنتعرف على بعض التعريفات اللي منها حاجة اسمها payment period او بنرمز لها بالرمز PP والحاجة التانية اللي هي اسمها compounding period اللي هي نرمز لها بالرمز CP طبعا هنعرف بعد شوية ان ممكن ال payment period تكون بتساوي compounding period او تكون اكبر منها او تكون اصغر منها وهنتعلم ازاي نحسب nominal and effective interest rates بس طبعا اللي احنا اتفقنا ان احنا نستخدمها في الحسابات هي مين؟ هي ال effective بس هنتعلم ازاي نحسب nominal علشان نطلع منها ال effective كمراجعة سريعة كده احنا عرفنا في المحاضرات اللي فاتت وخصوصا في المحاضرة الاولى ايه هو الفرق بين السيمبل والcompound interest واتفقنا ان احنا هنشتغل بطريقة ال compound ومش هنشتغل بطريقة السيمبل فبالتالي بما اننا هنشتغل بالcompound فلازم نعرف حاجة اسمها compounding period فالcompounding period هي عبارة عن الفترة اللي انا بحسب عليها compound interest اللي احنا تكلمنا عنها قبل كده طيب كنا تعرفنا كمان على حاجة اسمها interest period وقلنا ان انا مثلا لو قلتلك ان الاي بتساوي 10% وسكت فدي معناها انها 10% per a per year فper year معناها ان كل سنة هاخد 10% كinterest rate طبعا خلال المحاضرات اللي فاتت كلها ما تكلمناش على حاجة اسمها compounding period لان احنا كنا بنعتبر ان لو ما تكلمتش عنها يبقى default ان هي بتساوي الـ interest period فبما ان الـ interest period هنا بسنة يعني معناها ان العميل هياخد الفلوس بتاعته او هياخد الارباح بتاعته كل سنة فبالتالي اعتبرنا ان الـ compounding period هي كمان كل سنة انما في بعض الحالات بيكون الـ interest period او الـ payment period مختلفة عن الـ compounding period يبقى اللي احنا تعلمناها المحاضرات اللي فاتت كلها ان انا عندي فيه cash flow diagram مرسوم بالشكل ده عندي النقطة دي بكتب عليها zero معناها الان عندي zero time ودي عنده واحد يعني معناها after one period فبالتالي كنت بقول ان المسافة من zero الى one دي عبارة عن ايه one period طبعا الone period دي هي اللي بيحصل فيها payment يعني هنا لو نشوف غالبا الرسومات بيبقى فيها كل سنة في cash flow فبالتالي فيه payments بتحصل كل سنة ففي الرسومات اللي احنا رسمناها كلها كانت payment period عبارة عن ايه عبارة عن one year وكمان كان كل سنة بيتحسب interest rate فبالتالي interest rate كان compounded مرة كل سنة يعني compounded yearly فبالتالي الاتنين كانوا بيساووا بعض فما كانش فيه عندي اي مشكلة انما المشكلة بتظهر امتى لو حصل اختلاف بين compounding period والpayment period وده اللي هنشوفه هنتعلم ازاي نتعامل معاه طيب احنا من خلال الكلمتين اللي فاتوا دول عرفنا حاجة اسمها interest period او قلنا ممكن نسميها payment period ودي عبارة عن ايه the period of time over which the interest is expressed بمعنى لو انا مثلا قلتلك ان interest rate one percent per month يبقى المنث دي هي عبارة عن ايه هي عبارة عن payment period او هي عبارة عن interest period بس احنا في المحاضرة دي هنتعامل معاه على ان اسمها ايه payment period طبعا اللي تعلمناه ان default ان payment period او interest period بتكون one year فده الطبيعي بتاعها يعني هي لو ما تقلتش فيه المسألة يبقى الطبيعي انها one percent per year يعني انا لو قلتلك ان interest rate بيساوي one percent فهتيجي تقول لي one percent per a اقولك طالما ان انا ما كتبتش او ما قلتش يبقى معناها انها ايه per year لو هي غير كده هكتبلك عليها انها ايه per month مثلا او ايه per week او whatever الحالة اللي عندك طيب ال compounding period هي عبارة عن ايه the shortest time unit over which interest is charged or earned فبالتالي لو shortest time كان one month يبقى الفلوس اللي ما عداش عليها one month مش هيتحسب لها ايه اي interest طيب ودي بتتكتب ازاي نشوف مثلا المسألة دي هنا بيقول ان ال interest تمانية في المية لو سكت يبقى هي تمانية في المية per year compounded yearly طيب نشوف هو كمل قال ايه قال تمانية في المية per year طيب كويس يبقى هي per year طبعا دي ممكن يقولها او ممكن ما يقولهاش لان ال default انها per year زي ما اتفققنا قبل كده وبعدين راح مزود كلمة تاني وقال لي compounded monthly اه يبقى هنا في اختلاف بين compounding period اللي هي عبارة عن one month في الحالة دي دي عبارة عن compounding period وبين payment period اللي هي في الحالة دي ايه one year طيب في حالة ان في اختلاف ممكن يكون بيحصل جوة payment period اكتر من مرة compounding يبقى كتعريف كده سريع ان compounding frequency هو عبارة عن ايه the number of times that compounding occurs within the interest period او اللي اتفقنا برضو اسمها ايه payment period فعلى سبيل المثال مثلا لو انا قلتلك ان عندي الانترست بيساوي one percent per month compounded monthly يعني معناها ان الاتنين بيساوي بعض ففي الحالة دي هتكون قيمة الام بكم بواحد لان في خلال المنث بيعمل compounding مرة واحدة بس انما لو جيت هنا قلتلك one percent per year وبعدين جيت قلتلك compounded monthly اشوف بقى year فيه كم month فيه 12 فبالتالي الام هنا هتبقى بكام هتبقى 12 في الحالة دي فده ببساطة تعريف الام لان احنا هنستخدمها بعد كده في حساب effective interest rate يبقى احنا كده عرفنا ان payment period ممكن تختلف عن compounding period وممكن ما تختلفش يعني في عندي ثلاث حالات الحالة الاولى ان payment period تكون بتساوي compounding period الحالة التانية ان payment period تكون اكبر من compounding الحالة التالتة انها تكون اصغر من compounding period يبقى احنا هندرس التلات حالات دول ونشوف نتعامل معهم ازاي لو بدأنا الحالة الاولى اللي هي فيها payment period بتساوي compounding period يعني مثلا نقول لك ان interest rate 10% per year يبقى دي عبارة عن payment period وبعدين رح كاتب لك compounded yearly يبقى الاتنين بيسووا بعض دي period ودي compounded yearly فبالتالي الاتنين متساويين هنتعامل معها بالطريقة العادية اللي احنا اتعاملنا بها في كل المحاضرات اللي فاتت يبقى بالتالي الاي اللي عندي هتكون effective interest rate وهنرمز لها بالرمز اي وهنتعامل معها بالزبط زي المحاضرات اللي فاتت ممكن نحل باستخدام المعادلة لو عايز مثلا عندي present وعايز احسب future او العكس او عندي عايز احسب الانون هتعامل مع interest rate اللي هو معرف هالي بالطريقة دي على انها ايه على انها effective interest rate واحسب القيم اللي انا عايزها بناء عليها يبقى دي كده اول الحالة اللي هي payment period بتساوي compounding period مش محتاجين نتكلم عنها خالص لانها زيها زي كل الحالات اللي احنا درسناها قبل كده اللي هي ممكن لو انا مثلا عندي مسألة زي دي مديني هنا قيمة present ومديني number of years وعايز يحسب future كنت ممكن احسبها بطريقتين الطريقة الاولى ان انا كنت بحسبها عن طريق المعادلة between F and P وكمان ممكن نفس المسألة دي نحلها باستخدام الجداول طبعا الفكرة في ايه ان انا اقدر احلها باستخدام الجداول او باستخدام المعادلة بس بشارت ان انا اكون عارف قيمة I وقيمة I هي اللي احنا بقنا نسميها effective interest rate يبقى effective interest rate هي interest rate اللي احنا كنا بنتعامل معها زمان انما هي اللي هنتعرف عليها بحيث انها لو جات لي في المسألة ممكن ايه احولها ل effective interest rate وبالتالي اقدر اعمل حسابات صحيحة طيب الحالة التانية هي ان تكون اكبر من يعني حاجة كده بالشكل ده ان انا مثلا الدفعات اللي انا بدفعها او باخدها بتتحسب كل ايه كل فترة زي دي لو نلاحظ هي الفترات دي بس اللي عندها اسهم طبعا الاسهم ممكن تكون لفوق او ممكن تكون لتحت المهم ان الفترة دي على حسب ما نرسم هنا انها 12 شهر يعني هنا بيساوي ايه 1 year انما على حسب الرسمة دي ما بتقول انها هنا 1 من ال 12 يعني عبار عن ايه عن 1 month يبقى دي عبار عن ايه ال compounding period طيب احنا زي ما اتفقنا ان النوم interest rate دي ما ينفعش ان انا احسب بناء عليها وإلا الحسابات بتاعتي هتطلع غلط طيب ليه الحسابات هتطلع غلط لان ببساطة بيقول لي هنا هنرمز لها بالرمز i طبعا ال احنا شفنا من شوية بنرمز لها بالرمز i اللي احنا تعلمنا عليها طول المحاضرات اللي فاتت كان اسمها i اللي هي هنا سميناها effective interest rate انما النوم هنرمز لها بالرمز r is an interest rate that doesn't account for compounding يعني ما بيعملش compounding او ما بياخدش compounding في الاعتبار بمعنى ايه ان مثلا لو انا عندي في الحالة دي ان interest rate 1.5% per month طيب بس انا عايز اعرفه هو في السنة بيسوي كام او مثلا كل 3 شهور بيسوي كام لو فرضنا ان المنز بيومنز 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 سنتين فسنتين يعني ايه سنتين يعني 24 month فبالتالي بضرب ال 1.5 في ال 24 هيطلع لكام 36% 36% دي عبارة عن ايه دي عبارة عن النومينال interest rate per 2 years طبعا ال 24 شهر سنتين طيب افرض ان انا عايز اعرف interest rate per 1 year فبطريقة النومينال هضرب 1.5 في 12 فبالتالي هتطلع بكام 18% يبقى دي عبارة عن النومينال rate per 1 year وهكذا لو عايز اعرف النومينال rate per 6 month او semi annually فبضرب 1.5 في 6 بتطلع هنا 9% بالتالي دي اسمها النومينال rate per 6 month طيب يبقى احنا كده عرفنا ازاي بنحسب النومينال interest rate per year لو انا عندي المعروفة per month مجرد ان انا بدرب عدد الشهور في النسبة دي على طيب بكتب النومينال interest rate ازاي نشوف مثلا الحالة دي هنا بيقول ان interest rate بيساوي 24% per year يبقى per year دي عبارة عن ايه عن payment period لو سكت يبقى compound period بيساوي برضو one year وبالتالي يبقى دي العادية اللي احنا متعودين عليها اللي هي effective انما لان نكمل وقالي هنا compounded monthly فمعناها ان compounding period بيساوي ايه one month يعني معنى الكلام ان ال payment period اكبر من compounding period فبالتالي اللي هو معرفها لي دي عبارة عن ايه عبارة عن nominal يبقى دي طريقة بنعرف بيها ان ده nominal interest rate مش effective interest rate وبالتالي ماينفعش ان انا اعمل الحسابات بناءا عليه طيب في المقابل بقى ليها في حاجة اسمها effective interest rate ودي اللي احنا هنعمل عليها حساباتنا اللي هي بنرمز لها بالرمز i طبعا في حالة ان ال payment period بيساوي compounding period فاللي بتبقى متعرفة فيه المسألة هي عبارة عن effective على طول وانا مش محتاج ان انا نحسبها احنا كل كلامنا لو نفتكر احنا في الحالة التانية اللي هي فيها ال payment period كانت اكبر من ال compounding period فهمنا حالة ان هما متسويين مع بعض دي خلاص قلنا مش محتاجة دراسة ان ال interest rate اللي بتبقى معطاة في الحالة دي بتكون هي ال effective interest rate اللي انا بتعامل معها على طول الطبيعي برضو زي ما اتفقنا ان ال effective interest rate دي بتبقى متعرفة on an annual basis يعني لو انا قلتلك 10% وسكت يبقى معروف انها ايه per year طبعا في حالة ال effective interest rate انا ما ببقاش محتاج اعرف ال compounding period لان احنا هنحسب ال effective interest rate على period معينة وبشارط انها تكون compounded برضو ايه في نفس الفترة يعني انا لو قلتلك ان دي عبارة عن effective interest rate 10% وسكت فانت هتعرف انها per year فبالتالي ال payment period عبارة عن one year ومش هكتب حاجة تاني فبالتالي انت هتعرف انها برضو compounded ايه is not mentioned احنا بنفهم it's understood to be the same as the time period mentioned with the interest rate اللي هي سميناها الايه the payment period فمثلا حالة زي دي بيقول لي ان ال interest rate عبارة عن one point five percent per month وسكت ما قاليش compounded كل قد ايه طالما ما قالش بقى هي compounded monthly انما لو هي compounded على فترة مختلفة عن كده فممكن يقول compounded weekly او مثلا compounded daily ففي الحالة دي بقت ال one point five دي عبارة عن ايه عبارة عن nominal انما لو ما قاليش compounded قد ايه فانا بعتبرها compounded كل ايه كل الفترة اللي مكتوبة هنا فبالتالي ال اتنين بيساوي بعض فقدر استخدم الايه القيمة دي على انها effective على طول ومفيش حاجة هنا اسمها nominal طيب دي بعض الطرق اللي احنا ممكن نعرف من خلالها اذا كانت ال interest rate اللي هو مدهالي effective ولا لأ طبعا فيه تلات حاجات بيعرفون انها effective اول حاجة اذا كان قايل في ال statement انها effective يعني مثلا لو بصينا في الحالة دي كده هتلاقي ان الاي بيساوي effective 10% per year compounded monthly فبالتالي لو قال لكلمة effective يبقى انا هاخد العشرة في المية per year دي وهاشتغل عليها عادي خالص زي المحاضرات اللي فاتت وهانسى كلمة compounded monthly لان هو قريدي حسب لقيمة ال effective interest rate طيب الحالة التانية ان يكون ال compounding period is not mentioned فبالتالي هتكون بتساوي ال payment period وفي الحالة دي برضو هتبقى هي effective زي الحالة الاولى هنا هنا بيقول ان الاي بيساوي 10% per year ال year دي هي عبارة عن ال payment period طيب ما قليش بقى compounded كل قد ايه فطالما ما قليش يبقى انا هاعرف انها compounded yearly فبالتالي دي برضو عبارة عن ايه عن effective interest rate per year الحالة التالتة ان ال compounding period is the same as the time period او payment period زي مثلا انه هنا بيقولي ان ال interest rate بيساوي 1.5% per month compounded monthly يعني هو لو قلي الجملة كده بس انا هاعرف انها ان دي effective هو زود عليها كمان وقلي effective يعني انا ما كنتش محتاج ان هو هنا يقولي effective لان الجملة دي معناها ان ال payment period per month وكمان ال compounded per month فبالتالي هي effective طيب لو بصينا مثلا الحالة دي هنلاقيه بيقول الاي بيساوي 1.5% per month ما قليش ان هي compounded monthly انا بفهم ان هو طالما ما قليش بقى هي compounded monthly من غير ما يقول فبالتالي يبقى compounding period هنا عبارة عن ايه عن one month والقيمة اللي هو من الدهال دي عبارة عن effective rate per month طيب لو بصينا في الحالة الاخيرة دي هتلاقيه هنا اقل ان دي effective 3% فبالتالي خلاص انا عرفت انها ايه effective هنا براح اقل لي ايه per quarter compounded daily فانا ما ليش دعوة هنا compounded daily انا هعمل في الحسابات ان ال interest rate 3% كل ايه كل quarter او كل ثلاث شهور فهمنا ففي الحالة دي compounding period عبارة عن دي انما effective rate ده هيكون per ايه per quarter يعني كل ربع سنة طيب ممكن ناخد كده كم مثال ونشوف هنعرف نجاوب عليهم ولا لا جيه مثلا في حالة وقال لي ان ال interest rate بيساوي 10% per year دي عبارة عن ايه طالما ان هو محدد ليش هنا compounded per a يبقى انا برضو هعرف انها compounded per year وبالتالي تبقى دي effective وبالتالي اقول هنا الاي ب 10% per year طيب ناخد حالة تانية لو قال لي ان ال interest rate بيساوي 8% وسيكت طبعا لو سيكت معناها ان هي ايه per year وما قالش compounded yearly انا هعرف برضو انها compounded ايه yearly لان دي per year فبالتالي دي برضو effective وبتساوي 8% per year طيب ناخد حالة تالتة لو قال لي ان ال interest rate بيساوي 2% per year وبعدين راح ايه اللي compounded semi annually يبقى معناها ان ال payment period بيساوي one year وال compounding period semi annually يعني 6 شهور فبالتالي ال 2 مختلفين عن بعض وما قال ليش كلمة effective فانا هفهم من هنا ان ال 2% دي عبارة عن ايه عن nominal interest rate اللي هي هنلمصلها بالرمز R يبقى ال R هنا بيساوي ايه 2% per year طبعا دي ما ينفعش نعمل عليها الحسابات فبالتالي هاخدها ومن القانون اللي هنتعلمه بعد شوية هنتعلم ازاي نحسب ال I اللي هي effective interest rate من ال R اللي هي عبارة عن nominal interest rate طيب ناخد حالة ربعة لشان نتأكد ان احنا فهمنا الموضوع لو جيه هنا قال لي ان ال interest rate بيساوي مثلا 12% per year طبعا لو سكت يبقى دي effective على طول بس هو هيكمل ويقول لي compounded monthly طبعا كلمة compounded monthly معناها ان ال compounding period مختلفة عن ال payment period وبالتالي يبقى ال 12% دي عبارة عن R اللي هي nominal interest rate يبقى هنا هقول ال R بيساوي 12% per year ومنها طبعا زي ما عرفنا ان احنا ايه هنتعلم ازاي نحسب ال I اللي هي هنستخدمها في الحسابات سواء عايز احسب الفيوتشر او ال annual او ال present او اي حاجة كده احنا عرفنا ايه الفرق بين nominal وال effective وعرفنا ازاي نميز بينهم من الكلام واتفقنا ان احنا عايزين نعرف قيمة ال I اللي هي عبارة عن effective لان انا هستخدمها في الحسابات لو كان مذكور في المسألة انها effective خلاص يبقى عند ال I واشتغل على طول ومش محتاج المعادلة دي يبقى المعادلة دي بنحتاجها امتى ازا كنا عايزين نحسب ال I لان في المسألة معرفني حاجة اسمها ايه ال R اللي هي nominal interest rate يبقى بالتالي من المعادلة دي انا بقى اضع احسب ال I اللي هي عبارة عن effective rate per stated period طبعا انا عايز اعرف ال interest rate مثلا per year يبقى الاستيتد بيريود هنا هتبقى عبارة عن ايه year وممكن عايز اعرف ال effective rate quarterly او quarterly effective rate اللي هي معدل الفايدة الربع سنوية او الانوال اللي هي السنوية فبالتالي علشان احسب ال effective interest rate لازم اكون محدد الفترة او اللي انا هحسب بناءا عليها ليه لان بناءا عليها هحسب حاجة اسمها ال M اللي منها هقدر احسب قيمة ال I يبقى علشان احسب ال I محتاج حاجتين محتاج اعرف قيمة ال R بكم ومحتاج اعرف قيمة ال M بكم اللي هي نستخدمها هنا وهنا طيب ال R هي عبارة عن nominal rate for the same period ودي الملحوظة دي مهمة ان لو انا عايز احسب ال interest rate per year يبقى لازم احسبه من nominal interest rate per year وبالتالي انا محتاج حاجة تانية اسمها ال M اللي هي عبارة عن frequency of compounding per the same period يبقى برضو كله بتكلم على نفس ال period طيب ال R احنا عرفناها ال M هي اللي جديدة علينا شوية ال M دي عبارة عن ايه هو عدد مرات او عدد التكرارات اللي بعمل فيها compounding في ال period دي فبالتالي افرض انه كان معرفلي ان ال 12% دي عبارة عن interest rate per year طبعا عرفنا ان per year كده دي بقى effective وخلاص انا مش محتاج اعمل اي حسابات انما لو جيهنا مثلا قال لي بس دي compounded monthly compounded monthly يبقى معناها انه كل سنة بيعمل compounding كل month والسنة فيها 12 month فبالتالي اطلع من المعلومة دي ان ال M بتسوي كام بتسوي 12 يبقى عوض بيها في المعادلة دي بمعلومية قيمة ال R اقدر اطلع ايه قيمة ال I طيب الجدول البسيط اللي قدام ده بيعرفني قيمة ال M في الحالات المختلفة يعني لو انا مثلا كان عندي ان ال period for effective I annually يعني في كل الحالات دي كده هي عبارة عن سنة لو كانت compounding period سنة يبقى بالتالي قيمة ال M بتطلع بكم بواحد لان في السنة هيعمل compounding مرة واحدة بس انما لو كان بيعمل compounding كل semi annual يعني كل نص سنة فبالتالي في خلال السنة دي هيعمل كام مرة مرتين يبقى قيمة ال M باتنين لو قال لي انه بيعمل compounding quarterly فبالتالي يبقى في خلال السنة بيعمل كام مرة compounding اربع مرات ففي الحالات دي هتلاقي قيمة ال M بكم باربعة ونفس الكلام بقى لو هي طبعا monthly يبقى في السنة في 12 شهر يبقى قيمة ال M بكم باتناشر لو بيعمل compounding daily يبقى في خلال السنة بيعمل 365 مرة فبالتالي تبقى ال M 365 طيب افرد ان هو عايز يحسب effective interest rate والperiod بتاعته عبارة عن semi annual اللي هي ال payment period semi annually وال compounding period كانت month فطبعا السمي annual اللي هي نص سنوي فيها ستة شهور فبالتالي ال M هنا هتطلع بكم بستة طبعا لو هي quarterly القوارتر معناها تلت شهور والمتعرف عليه ان الشهر اربع اسابيع فبالتالي يبقى القوارتر فيه تلت شهور وكل شهر فيه اربع اسابيع فبالتالي ال M هتطلع بكم هتطلع به 12 يبقى الجدول البسيط ده بيعرفني قيمة ال M لو انا كنت عارف ال compounding period دي عبارة عن compounding period وال payment period اللي انا عايز احسب على اساسها effective interest rate اللي هي سميناها i طيب ناخد المثال البسيط ده نتعلم منه ازاي نحسب effective interest rate لو انا عندي ال R اللي هي nominal interest rate هنا بيقول لي find i per year يبقى هو هنا حددلي state period اللي هي عبارة عن ايه one year يبقى كل الشغل بتاعي هيكون على one year يعني ال i هحسبه على one year وال R لازم تكون متعرفة على one year وال M برضو تكون محسوبة على one year طيب فهنا بيقول لي if R طبعا R احنا عارفنا اللي هي ايه النومينال يبقى هنا قال لي على طول انها R 12% per year compounded quarterly يبقى هنا قال لي ان R 12% per year يبقى خلاص اول حاجة ايه متحقق انا قلت هنا هنشتغل كله per year يبقى انا هحسب ال i per year يبقى لازم ال R تكون متعرفة per year فهنا قال لي ان 12% per year وبعدين رح اقل لي compounded quarterly فطبعا من كلمة compounded quarterly دي معناها انه per year وال compounding بيحصل كل quarter فبالتالي ال one year فيها 4 quarters يبقى اطلع من هنا ان ال M بتساوي كام 4 يبقى انا في المسألة دي عرفت ان ال R بيساوي 12% وعرفت ان ال M بتساوي 4 نعوض بقى بيهم هتطلع ان ال i بتساوي واحد تبقى طبعا للقانون ده فبالتالي هقول ان ال i بتساوي واحد زائد قيمة ال R ب 12% زي ما شوفنا كده فوق اهيه وال M باربعة يبقى اتناشر في المية على الاربعة كل ده اس ايه اس اربعة وبعدين اطرح منها واحد زي ما المعادلة هنا بتقول فبالتالي هتطلع قيمة ال interest rate اللي هي ال effective interest rate ب 12.55% يبقى لو انا جيت احسب الفيوتشر مثلا من ال present لازم استخدم قيمة ال i بتساوي كده لو حسبتها على اللي معطاة في المسألة اللي هي ب 12% يبقى الحل بتاعك هيكون ايه غلط لان احنا اتفقنا ان احنا مش هنعتمد على nominal interest rate يبقى احنا كده اتعلمنا ايه هي المعادلة اللي بنقدر نحسب منها ال effective interest rate بمعلومية حاجتين nominal interest rate وكمان ايه ال number او frequency of compounding لنفس الفترة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي كانت في المسألة دي one year طيب تعالوا نفرد مسألة تانية اصعب شوية من المسألة اللي فاتت انه هو طالب مني ان انا احسب ال i per year بس لما جاء عرف لي النومنال interest rate قال لي ان ال R بساوي وليكن مثلا 6% pair semi-annual او pair مثلا 6 months compounded monthly او ما ينفعش او ما ينفعش اشتغل عليها طيب الحل بقى ايه ان احنا نحسب ال R per year طيب ال R per year نحسبها ازاي ببساطة خالص هو مديني انها pair semi-annual بكم بستة طيب والyear فيه كام 6 months في اتنين صح يبقى ناخد الرقم ده ونضربه في اتنين يبقى في الحالات دي هقول ان ال R هتساوي اتناشر في المية pair year compounded نفس الكلام برضو هنا ايه monthly compounded monthly وبالتالي اقدر بقى اخد ال اتناشر دي واكمل بها ايه حل ان انا اقول له ال i هتساوي واحد زائد R على ال M كل ده S M وبعدين اللي يطلع نطرح منه كام نطرح منه واحد يبقى ده مثال بسيط لو كانت nominal interest rate ما كانتش pair نفس الفترة اللي هو عايزني احسب فيها effective انما طبعا لو كان طالب هنا the interest rate او effective interest rate per 6 months او semi-annual يبقى انا خلاص دي سمي انولي ودي سمي انولي خلاص يبقى انا استخدم ايه ال R ب 6% زي ما هي معطاهنة يبقى الملحوظة دي مهمة جدا اني لازم اشتغل كله اجيب قيمة ال R واجيب قيمة ال M على نفس الفترة اللي انا عايز احسب عليها effective interest rate اللي هي في الحالة دي كانت per year طيب ناخد المسألة دي بيقول لي suppose that 100 dollar lump sum amount is invested for 10 years يبقى هنا دي ببساطة كده لو انا جيت ارسم الكاشفلو دي جرام هتلاقي هنا بيبدأ من عند zero وهنا بينتهى عند كام عند 10 طيب فهو جيب في البداية واستصمر كام 100 يبقى عند zero هنا دفع كام 100 دولار at a nominal interest rate يبقى هو هنا قال لي انها nominal يعني هنا قال لي انها بتساوي R بيكان بقى 6% compounded quarterly طبعا ما قال ليش هنا انها per a طالما ما قال ليش per كذا يبقى انا افهم انها per year يبقى انا ممكن اعيد بقى صياغة دي تاني واقول له ان ال R عبارة عن 6% per a per year اللي هي عبارة عن payment period وبعدين ازود اللي هو قال لي بقى هنا انها compounded quarterly طبعا quarterly يعني معناها انها per year اربع مرات فبالتالي كلمة year هنا وكلمة quarterly هنا دول استفيد منهم معلومة ان قيمة ال M بتساوي كام بتساوي اربعة وطبعا عرفت كمان ان ال R 6 per year وانا عايز احسب ال I per year فبالتالي ممكن نستخدم القانون هنا على طول اقول ان ال I بتساوي واحد زائد R اللي هي هنا بستة طبعا اكتبها كده ستة من مية على ال M اللي هي باربعة ده كل قس كام اربعة وبعدين نقص واحد بالقالة الحسبة على طول نقدر نحسب قيمة ال I طيب جيه هنا قال لي ايه بقى how much is it worth at the end of the 10th year يبقى هو مديني القيمة دي وعايز يعرف في النهاية انا هاخد كام طبعا دي سهلة جدا انه هو عايز يحسب قيمة الفيوتشر والقيمة اللي مدها لي هنا دي عبارة عن قيمة present فبمنتهى البساطة لو انا استخدم القانون هقول له ان ال F بتساوي ال P في واحد زائد I قص N طبعا ال I اللي انا حسبتها من هنا عوض بيه هنا على طول طبعا لو انا عايز احل بقى نفس المسألة دي بالجداول ممكن تكون القيمة اللي انا حسبتها مش موجودة في الجدول فبالتالي هتطر اعمل حاجة اسمها Interpolation او Extrapolation طيب دلوقتي هنتعلم ازاي نحل المسألة دي وباستخدام الجداول يبقى في المسألة دي محدد لان قيمة ال present بمية دولار ومحدد لان ال R ستة في المية compounded quarterly ومحدد لان ال N بيساوي 10 years اللي هو عايزه عايز يحسب قيمة ال F احنا عارفين ان ال F بتساوي ال P مضروبة في فاكتور اسمه Find F Given P و I و N طبعا ال I دي اللي هي ال Effective انما اللي هو معرفها لي هنا دي عبارة عن ايه النومنال اللي هي ما ينفعش ان انا استخدمها يبقى خطوة اولى ان انا من النومنال احسب ال Effective وبعدين اعوض في المعادلة دي سواء هاجبها من الجدول او هعوض بالمعادلة اللي هي واحد زائد I plus N يبقى لو انا كتبت ان ال F بتساوي ال P مضروبة في F Given P و 6% و 10 يبقى الحل بتاعي ده هيكون ايه غلط لان زي ما اتفقنا ان ال 6% دي مش Effective Entry Street يبقى بالتالي لو انا عملت كده يبقى الحل بتاعي غلط طيب علشان احلي صح لازم احسب ال I وال I اتفقنا ان احنا هنحسبها من القانون ده اللي احنا محتاجين فيه ال R اللي هي معرفها لي هنا انها 6% و محتاجين ال M قال لي هنا quarterly و مقال ليش هنا انها per year ف انا هفهم انها per year يبقى ال year فيه 4 quarters يبقى ال M هنا بتساوي كم؟ بتساوي 4 يبقى انا عرفت قيمة ال R و قيمة ال M اقدر اعوض بيهم في المعادلة و احسب قيمة ال I طبعا هنا ال I لو نلاحظ انها هطلعت بيه 6 و 14 من 100 طبعا لو انا هحل باستخدام المعادلة مفيش مشكلة عوض بيها على طوله خلاص انما لو هتحل باستخدام الجداول هتقابلك بقى صعوبة انك مش هتلاقي في الجداول جدول عند قيمة I بساوي 6 و 14 من 100 ممكن تلاقي 6 وتلاقي 7 مثلا او تلاقي 6 وتلاقي 8 فهنتعلم دلوقتي ازاي نحسبها باستخدام الجداول عند القيمة اللي هي 6 و 14 من 100 يبقى المشكلة بتاعت دلوقتي لو هحل باستخدام الجداول يبقى انا عايز احسب قيمة F given P عند 16 و 14 من 100 لو دخلت الجداول هتلاقي جداول عند 6 و عند 7 مش هتلاقي عند 16 و 14 من 100 فبالتالي هنحسب قيمة Factor عند 6% وهنحسب برضو قيمة Factor عند 7% طيب انا عايز اعرف قيمة Factor عند 16 و 14 من 100 اعرفها ازاي ببساطة لو انا عرفت القيمة دي وعرفت كمان القيمة دي نقدر نعمل Interpolation زي ما احنا شايفين في المعادلة دي ان قيمة Factor عند 16 و 14 من 100 هتساوي مجموع الكمتين دول المسافة من هنا الهنا طبعا واضح ان المسافة من هنا الهنا دي بتساوي نفس المسافة دي اللي هي قيمة Factor عند 6% فبالتالي يبقى المسافة دي هي عبارة عن قيمة Factor عند 6% طيب انا عايز اجيب بقى المسافة الصغيرة اللي فوق دي فهنجيبها من تشابه المسلسين دول هقول المسافة دي على المسافة دي كلها بتساوي الارتفاع الصغير ده على الارتفاع الاكبر منه ده فبالتالي المسافة الصغيرة دي لو مساحنا هنا بس ده يبقى المسافة من هنا الهنا اللي هي المسافة دي هتساوي كام؟ هتساوي 16 و 14 من 100 ناقص 6 يعني دي هتطلع به 14 من 100 هقسمها على المسافة الكبيرة او طول الضلع الكبير في المسلس الكبير ده اللي هي عبارة عن الفرق بين 6 و 7 اللي هي عبارة عن 1 يبقى لو اسامت دي على دي هتطلع 14 من 100 على 1 هاضربها في المسافة دي اللي هي عبارة عن الفرق بين قيمة الفاكتور عند 7 و قيمة الفاكتور عند 6 اللي هي عبارة عن قيمة الفاكتور عند 7 ناقص قيمة الفاكتور عند 6 لو عوضنا في المعادلة دي بقيم الفاكتورز اللي احنا هنجيبها من الجداول اللي هي دي هنقدر نحسب من هنا قيمة الفاكتور وبالتالي نعوض به هنا فهنضرب قيمة الفاكتور ده في قيمة البرزنت هنقدر نعرف قيمة الفيوتشر ويرث يبقى المسألة دي كل الصعوبة اللي فيها ان انت لما بتحسب الافكتف انترست ريت بيطلع قيمة غير موجودة في الجدول لو انا حبيت احل نفس المسألة دي بطريقة المعادلة هقول ببساطة خالص ان الاف هتساوي البي مضروبة فيه واحد زائد اي اس ان طبعا الان دي بتساوي عشرة والبي زي ما شفنا في المسألة بتساوي مية والاي بتساوي ستة واربعتاشر من مية على مية فبالتالي بقى واحد زائد ستة واربعتاشر من مية على مية اس ان مضروبة في بي هيطلع لقيمة الفيوتشر على طول اللي هي هتلاقيها نفس دي وفي الحالة دي مش هكون محتاج اعمل الانتربوليشن ويكون الحل اسهل بالطريقة دي بس طبعا في حالات تانية ممكن تكون مش عارف المعادلة يعني مسلا لو طلب منك تحسب الجي او تحسب الانوال وانت مش عارف قيمة المعادلة واتطريت ان انت تستخدم الجداول فبالتالي هتضطر تعمل العملية اللي احنا عملناها هنا دي اللي هي سميناها انتربوليشن بالطريقة اللي احنا شفناها فوق دي طيب ناخد مسألة تانية هنا بيقول لي يبقى كده عندي قيمة الكاشف لو which is to be repaid in equal end of year installments اي واي يعني واضح ان هنا هيتكلم على ال a ودي بقى الحالة اللي احنا قلنا عليها ممكن اكون مش عارف قانون ال a فبالتالي هتطر ان انا استخدم الجداول for five years يعني معناها قال لي ان ال study period من هنا الهنا بكام ب five years يعني لو دي هنا zero يبقى دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة نرقامهم بالطريقة دي تلاتة اربعة خمسة طيب هو هنا بيقول لي بقى ان هو اخد قرد قيمته كام عشر الاف يبقى في البداية هو اخد يعني السهم يترسم لفوق وقيمته كده كام عشر الاف طبعا دي واضح انها present وبعدين بيقول لي which is to be repaid يعني هو هيدفع قيمة القرد ده او هيسدد القرد ده على equal end offer equal end offer installments يعني اقصاد سنوية سابتة فبالتالي هيدفع لتحت كده اقصاد سنوية سابتة طبعا بما انها uniform series بالشكل ده فبالتالي دي اعتبرها انها ايه يبقى انا في المسألة دي عايز احسب قيمة الا من ال p يبقى هضرب في factor اسمه find a given p و i و n طبعا اللي هي في الحالة دي بكام بخمسة يبقى انا علشان اجيب قيمة الفاكتور ده محتاجة عرف ال i طيب نشوف هوا مدين ال i ولا ايه راح اقل لي هنا with an interest rate of 12% لو قال لي كده 12% وسيكت خلاص انا هستخدم ال 12% واعتبرها انها per year لانه ما قالش برضو ايه per year انما هنا راح قاللي compounded monthly يبقى ما قاليش هي per a يبقى انا افهم انها ايه per year وبعدين قاللي compounded monthly بما انها per year و compounded monthly انا فهمت على طول ان ال 12% دي عبارة عن ايه يبقى ال R ب 12% per year طيب والم بيساوي كام هنا قاللي انها per year و compounded monthly والyear في 12 month فبالتالي تبقى ال M هنا بكام ب12 يبقى انا بمعلومية ال R و معلومية ال M هروح المعادلة واحسب قيمة ال i بكام وبعدين هدخل بقيمة ال i هنا واروح الجداول اشوف لو ال i موجودة هستخدم الجدول ده على طول لو مش موجودة يبقى اجيب قيمة الفكتور في الجدول اللي قابله والجدول اللي بعده واستخدم طريقة ال interpolation زي ما شفنا من شوية فهنا هنقول ان ال number of installments بيساوي كام خمسة النominal interest عرفنا انها nominal لان per year و compounded monthly فدي هنا بتساوي 12% هو عايز بقى يعرف قيمة effective interest rate اللي هي بنسميها i هيستخدم المعادلة دي على طول وهيعوض عن ال R ب 12% وهيعوض عن ال M انها ب 12 زي ما قولنا مش شوية لانها السنة فيها 12 شهر قص M برضو اللي هي ب 12 ناقص واحد هيطلع القيمة دي طبعا لو دخلنا في الجداول مش هنلاقي جدول عند interest rate بيساوي 12% و 68% فبالتالي هنضطر نعمل نفس الحركة هنشوف النسبة اللي اقل منها كام واللي اكبر منها كام وهنحسب two factors فهنا لو روحنا للجداول هنلاقي جدول عند 12% والجدول اللي بعده على طول عند 15% فهنستخدم نفس المعادلة ونحسب عند 12% 68% باننا اجيب قيمة الفاكتور عند 12% وبعدين اجمع عليه قيمة الفرق اللي هو هنا 68% يبقى 68% نقسمها على الفرق بين ال 12% وال 15% لاننا حسبت عند 12% وعند 15% اللي هي كام؟ 3 يبقى 68% على الثلاثة وهضربها فيه الفرق بين قيمة الفاكتور عند 15% وقيمة الفاكتور عند 12% فلو دخلنا الجداول الاجيبين بي عند 12% بيساوي 2774 طب قيمة الفاكتور عند 15% 2987 يبقى هنعوض فيه المعادلة دي بقيم الفاكتورز اللي احنا جبناها من الجداول هنقدر نطلع ان قيمة الفاكتور اللي احنا عايزينه عند 1268% بيساوي الرقم ده فبالتالي اضرب بقى انا عايز احسب الانيول بيساوي البرزنت مضروف في قيمة الفاكتور ده اللي احنا عندنا خلاص القيمة بتاعته يبقى الايه هتساوي 10,000 مضروبة فيه 0.2821 هيطلع لي قيمة الايه بتساوي 2821 يبقى علشان نسدد القارد ده هيدفع كل سنة 2821 لمدة خمس سنوات يبقى احنا كده عرفنا ازاي نحسب الانيول يبقى احنا عرفنا تلات حالات اول حالة ان هي فيها البيمنت بريود بيساوي الكمباوندين بريود دي قولنا حالة سهلة ودي هنتعامل معها بالطريقة القديمة انها الـ pronounced funds الحالة تانية كانت ان البيمنت بريود اكبر ودي احنا شرحنا فيها الشرح كتير اللي فات ده الحالة تالتة بقى ان انا لو عندي البيمنت بريود اصغر من الكمباوندين بريود فدي هنتعامل معها ازاي ناخد المسال ده يوضح لي ازاي نتعامل معها حالة ان البيمنت بريود اصغر من الكمباوندين بريود الواضح من الكاشف اللي قدامي ده ان هنا بيعمل payment كل شهر طبعا مش شرط انه هو كل شهر يكون في cash flow بس لو نلاحظ هنا في الشهر الرابع في الشهر مثلا الخامس في الشهر السابع في الشهر التامن في الشهر التاسع فبالتالي قيمة payment period هنا عبارة عن ايه عن one month انما compounded period على حسب ما هو ايه اللي هنا في المسألة بيقول the interest rate is 12% per year compounded quarterly يعني كل quarter طبعا القوارتر اللي هو 3 شهور فبالتالي compounding period هنا هتساوي three months طيب الحالة دي بقى نتعامل معها ازاي طبعا هنا بيقولي انها 12% per year compounded quarterly يعني انا لو عايز ببساطة الر او ال interest rate per quarter هعمل ايه مجرد ان هاخد ال 12% دي وقسمها على 4 فالاي هنا قيمتها هتطلع 12 على ال 4 يعني هتطلع بساوي 3% per quarter compounded quarterly فبالتالي هتبقى هي على طول ايه الاي يبقى كده عارفنا قيمة الاي نجيبها ازاي طيب بما اننا بقى هنحسب كل quarter فبالتالي انا عايز الكاشفلو دا يجرامي اللي قدامي دا يكون زي ما احنا تعلمنا زمان كان اسمه end of year هنا بقى هشتغل على ال period انها quarter يبقى هنا هنرسمه end of quarter يبقى بالتالي دي بداية الكوارتر الاول وبعد 3 شهور دي نهايته وبداية الكوارتر التاني يبقى نهاية الكوارتر التاني عند 6 نهاية الكوارتر التالت عند 9 نهاية الكوارتر الرابع عند 12 يعني دول لو جيت ارقامهم كده هقول دي كده zero دي كده ال period الاولى دي ال period التانية دي ال period التالتة دي ال period الرابعة يبقى هعيد رسم الكاشفلو بالطريقة دي ان انا هيبقى عندي ده zero هنا one هنا two نهاية ال period التانية هنا نهاية التالتة هنا نهاية الرابعة طيب لما هنيجي بقى نرسم الكاشفلو احنا اتفقنا ان ده اسمه end of quarter فبالتالي ماينفعش يكون فيه اي كاشفلو in between لازم في بداية الكوارتر او في نهايته فبالتالي الكاشفلوز اللي موجودة داخل الكوارتر انا هنقلها ليه نهاية الكوارتر او ليه بدايته طيب امتى انقلها للبداية وامتى انقلها للنهاية طبعا البنك هو اللي بيعمل الحسابات دي فبيقولك ايه ان المبلغ اللي انت هتدفعه اللي هو بترسم لتحت ده هنعتبر ان انت دفعته فيه نهاية الكوارتر يعني هيأجلك الفلوس هيقولك انا هعتبرك شاي المبلغ ده عندي بس مش هحسبك عليه هعتبرك ان انت دفعته فيه نهاية الكوارتر الاول انما لو انت كنت اخدت مني فلوس زي التسعين اللي هنا فانا هعتبرك ان انت اخدتها قبل معادها بحيث انها تكون هنا يبقى طبعا البنك بيعمل كده لمصلحته فبالتالي لما هنيجي نرسم بقى الاندوف كوارتر كاشفلو دياجرام هنقول بما ان المتين دي مرسومة لتحت فبالتالي هرحلها لنهاية البيريود فبدل مرسمة هنا عند اتنين لا هنقلها ايه لنهاية الشهر التالت اللي هي عند واحد هنا يبقى كده المتين نقلناها بالطريقة دي هنا مثلا الخمسة وسبعين والمية دول مرسومين لتحت فبالتالي هنقلهم لنهاية الفترة اللي هي عند اتنين فنيجي هنا عند اتنين ونرسم لتحت الخمسة وسبعين زائد المية يعني كام مية خمسة وسبعين طبعا لو نلاحظ بقى هنا عند التسعين والتسعين ان هما كانوا لفوق فبالتالي هنقلهم عند بداية الفترة يبقى دي تسعين لفوق وتسعين لفوق يبقى بالتالي مية وتمانين هينقلهم من هنا لبداية الفترة فيعتبرك ان انت اخدتهم قبل ايه قبل الفترة دي فبالتالي هيضيف هنا ال180 طبعا في عند نهاية الفترة التالتة هنا ال120 فدي هيسيبها زي ما هي بس هنيجي بقى للخمسين والخمسة واربعين الخمسين بما انها التحت فهينقلها نهاية الفترة انما ال45 فهينقلها لبداية الفترة فهنا ال45 هتتجمع على ال120 هيديني كام 165 والخمسين اللي تحت دي هينقلها لنهاية الفترة اللي هي نهاية الفترة الرابعة فهتترسم لتحت كده بكام بخمسين يبقى انا عندي الكاشفلو دياجرام اللي انا هشتغل عليه هو ده يبقى ببساطة المسألة دي لو انا جيت احلها هقوله ان الفيوتشر هاخد القيمة دي على انها بريزنت وانقلها وبرضو القيمة دي على انها بريزنت وانقلها وهكذا يبقى هنا قيمة الفيوتشر ممكن نقول انها ببساطة بتسوي ناقص 150 مضروبة في فاكتور اسمه find f given p و i اللي هي اتفقنا انها بكام ب12 على الاربعة يعني بتلاتة في المية يبقى i اللي هي تلاتة في المية وعدد الفترات بقى اللي من من البداية لغاية قيمة الفيوتشر باربعة يبقى واربعة طيب ناخد القيمة اللي بعدها اللي هي 200 يبقى لانها لتحت فاقول نيجاتف 200 في f برضو given p و 3 في المية و 3 بعدين هناخد هنا طبعا في 180 لفوق 175 لتحت ممكن نطرح دي من ديد بقى لي هنا بس ايه 5 لفوق يبقى positive خمسة في find f given p و 3 في المية و 2 اللي هم فترتين من التانية لنهاية الرابعة طيب بعدين ناخد ال 165 يبقى لانها الفوق يبقى زائد 165 مضروبة في f given p و 3 في المية و 1 period طبعا دي احنا نقدر نحسبها من الجداول بمنتهى السهولة وبالتالي نقدر نحسب قيمة الفيوتشر وورث اللي هو طالبة وبكده نكون خلصنا المحاضرة اتمنى الموضوع يكون واضح انا عارف ان هو صعب شوية بس طبعا في حالات بتفرض عليك ان انت لازم تتعامل مع effective interest rate فبالتالي لازم تكون عارف ازاي تحسبها علشان تضمن ان الحسابات بتاعتك تمت بطريقة سليمة وان انت ما اكلتش حق حد او ما احدش ايه اكل حقك اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة